السياسية موضوع السياسة وده طبعا يعني حلناقش فيه يعني ايه اصلا سينما سياسية اذا كان فيه هذا التعبير اذا كان تعبيرا صحيحا يعني ان فيه نوع من السينما هي سينما سياسية او سينما اجتماعية او سينما تاريخية هذه الانواع هل هي موجودة فعلا هل فيه فعلا حاجة اسمها سينما السياسية ونطاقها قد ايه ده حنشوفه مع اضفنا اللي لدي واضف مميز جدا هقول لكو اسمه في اخر كلامي لكن مشوار السينما المصرية اللي هو مشوار ضخم واحدة من اهم السينمات في العالم السينما المصرية دي واحدة من اهم ما في ترسانة قوتنا النعيمة ما نمتلكه من ترسانة في القوة النعيمة السينما طبعا موقعها موقع خطير في هذه الترسانة السينما الموضوع السياسي في السينما موضوع الحقيقة رغم انه ممكن يبقى لسه جدلي هنعرف دلوقتي يعني لكن هو حاضر في السينما مبكرا في السينما المصرية مبكرا يمكن من تلاتينات القرن الماضي يعني في بداياتها بداية السينما الانتاج السينمائي بالمعنى المفهوم والمعنى المعروف حضر الموضوع السياسي سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر بشكل مباشر يعني عنوان سياسي واضحة بيدور حواليه الفيلم او بشكل غير سياسي اسقاط وغيره وانا مش عايز احرق حاجات انا سمعتها من ضفنا النهاردة خلينا نسمعها منه في حكاية الفرق دي لكن كمان الجانب بمجرد ما تحضر السياسة تحضر المحذرات والمحاذير والرقابة رحلة السينما المصرية مع رقابة رحلة طويلة ومعقدة ومختلفة اختلفت من بدايات حتى القرن الماضي لغاية من 1911 طبعا ما كانش لسه فيه انتاج سينما في مصر بالمعنى اللي نفهمه دلوقتي لكن من 1911 كان فيه حاجة اسمها ليحة التياترات ليحة التياترات دي طبعا هي كانت تنطبق اكتر على المسرح لانه هو ده الشكل اللي كان موجود وقتها فالمحاذير اللي بتتطبق على المسرح دي بعد كده لما ظهرت السينما الانتاج السينما اللي احنا نعرفه بقيت بتتطبق على الافلام فضلت لاحة التياترات دي شغالة من 1911 حدا تنطبق على المسرحة